سلام القدسي لكم وعليكم أحبائي وعزائي في هذه الحلقة الجديدة من منتدى سيف القدس وفي هذه الحلقة لدينا مجموعة من العناوين لكن بينها يعني خيط رابط العناوين تتصل بالوضع الدولي بشكل أساسي نريح شوي عن المنطقة وضغطها رغم أن الساحة الفلسطينية تشهد مزيد من التصاعد هذه توقعاتنا كانت وهلأ بالمرور على موضوع نتنياهو قطعا سيكون لنا وقف تقييمي أمام المشهد الفلسطيني لكن أيضا موضوع نتنياهو أنا شايفه جزء من المناخ الدولي العام وهلأ رح أحكي مثل ما كل مرة أنا بحاول أن النقاط اللي أتوقف قدامها ليست تحليلا سياسيا لأنه التحليل السياسي هو لما بتاخد ظاهرة وبتمشي فيها من ألاف لليه أنا اللي بحاول أدمه لأنه نحن عم نحكي على من النخب حتى جمهورنا المتابع بتعرفوا أنه بكثير من الأحيان أنا لو الأصد توسيع قاعدة المشاهدة عندي تجارب لمقاطع عشر دقائق ذات طابعها بتجيب المليونين وثلاث ملايين مشاهدي لكن هذا بفيد لما بيكون بقلب معركة يعني لما بيكون في لحظة فيها ضبابية بالرؤية في لحظة مطلوب حشد الهمم مطلوب رفع المعنويات مش بس يعني لا مانع لا من الجألها ومن جيد استخدامها لكن أنا من 2016 خليني أقول يعني من انتصار حلب وبدأ يعني ظهور معادلة جديدة مع التموضع الروسي في سوريا بدأت يعني أكوّن بناعة بأنه المشكلة الأساسية التي يجب العمل على حلها في العالم العربي هي مشكلة شبكة نخب من المتابعين والمهتمين وجمهورنا صار واضح يعني عم نحكي عن خمسين ألف بانتظام هؤل خمسين ألف خليني يكونوا ميتين ألف في منهم يعني مية وتلاتين يتغيروا عشرين سابتين برضو العشرين منهم كلمة بسيطة لأنه اللي عاشوا تجارب العمل الحزبي بيعرفوا أنه ميتين كادر بتحتل فيهم دولي يعني إذا عندك ميتين كادر حقيقي فبالتالي رأم العشرين ألف إذا هو كان الرأم الكتلة الثابتة في البرنامج فهو يستحق الاشتغال عليه وأنه تعاون جميعاً للتفاعل معه ولتقديم مادة ذات بعد معرفة مادة ذات بعد مفاهيمة أكثر من أنه هي مجرد إشفاء الفضول إشفاء غليل الفضول بفهم أو بتحليل سياسي لحدث بعينه حتى لما منحكي هلأ منقول بدنا نقف قدام الانتخابات الأمريكية دكتور زياد مش رح يهتم بكيف يحلل الصراع الجمهوري الديمقراطي بها الولايه وبها الولايه البعد الفكري اللي بتعبر عنه ظاهرة الانتخابات الأمريكية داخل الولايات المتحدة الأمريكية وما يمكن أن يبنى عليه من استنتاجات الاستقراء مستقبل الوضع في أمريكا كذلك الأمر بتشوفوا بكل المرات اللي نحن عم نقف فيها قدام ظاهر عم نحاول نستخلص منها معايير مفاهيمية ما هو الجديد الذي تقوله لنا مش أول مرة الجمهوريين والديمقراطيين بيتصارعوا ولا على رئاسي ولا على كونغرس ولا على مجلس نواب ولا أول مرة نتنياهو بيرجع الحكم نحاول أن نقرأ الظواهر مش فقط فيما خلفها لا ماذا تقدم لنا من جديد هذه المرة ما هو المعطى المعرفي الجديد الذي تعطينا إياه من هون أنا لما رح أفلأ أدام التقدم الجمهوريين في أمريكا أو الصراع الدائر في أمريكا ظاهرة نتنياهو المتغير الأوروبي الذي بدأنا نشهد ملامحه من زيارد شودز المستشار الألماني إلى الصين من الحركة الشعبية التي تنمو وتكبر وتتسع دوائرها من لندن إلى بيريس إلى كل العواصم الأوروبية بلا استثناء على كل حال وحتى مدن يعني عواصم المقاطعات والولايات بدأ المهوض الشعبي أسبانيا إيطاليا وإنما كان ما في بلد أوروبي اليوم ما في هذا الحراك وهذه الحيوية لكن هذا بده يبلش يضويلنا على شيء أنا رح حاول يعني أدم وأنا لما بتطور فكرة بذهني لا أخشى إلى أين تأخذني يعني حتى لو ممكن تبين أنها غير مألوفة أنها مفارقة يعني عندي الشجاعة أن أضعها بين أيديكم لأنه نحن العمل المعرفي هو عمل اختباري يعني مش دايماً الواحد ما بيقول الفكرة لحتى يصير عنده يقين مطلق بأنه هاي هي الصح وبالتالي ممكن يكون فات فوت المناقشة للاستفادة مما تقوله لنا لأنه الاستفادة المبكرة بتساعدنا على تنمية أفكارنا وطريقة تفكيرنا وأسلوب مقاربتنا للأحداث أنا النقطة المركزية اللي يعني حابب أقولها انطلاقاً من هذه القراءة ولا أفصل أننا نشهد بداية انعزال نزعاً عزالية في الدول العدوانية التي كانت تهيمن على العالم والمنطقة هذا الاستخلاص مش راح تقل العدواني لكن قد تنتقل إلى البيئات الأكثر قرباً في الداخل يعني وهذا معنى الحديث عن صعود الفاشية أنه المشروع الإمبريالي اللي كان قائم واللي تعرفنا عليه بعد الحرب العالمية التانية واللي صار متوحش مع الليبرالية المتوحشة بعد نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين وارتبط بظهور الرأسمالية الافتراضية البعيدة عن اقتصاد الأصول الثابتة ما إلى علاءة بالموارد الأولية ما إلى علاءة بالصناعة ما إلى علاءة بالزراعة بالتراكم الطبيعي للثروة إلى علاءة باللعبة الورقية بالبورصة وبالأسهم وبالسندات وبالمتفرعات الجديدة الناتجة عن نظام المصرف الجديد هذا كله هذا النموذج الإمبريالي اللي عرفنا بالمنطقة عرفنا معه ما سمي إذا بتذكروا بفترة كتب عن الإمبريالية صغرى إنه إسرائيل إمبريالية صغرى كثير من المفكرين الغربيين بلشوا يحكوا عن الشركات العالمية المتموضعة في كيان الاحتلال عن مكانة المالية اليهودية الصهيونية في العالم عن موقعها وسيطرة اللوبيات الإسرائيلية على وسائل الإعلام مهمة في العالم لا يحكوا عن إمبريالية صغرى بغض النظر عن إذا كان التصنيف صح أو غلط هو أقرب للغلط لأنه هي امتداد للمشروع الإمبريالي يعني ثكنة متقدمة حتى مالياً هي ثكنة متقدمة مالياً فكيف عسكرياً وأمنياً اللي هو الأصل والأساس لكن السلوك الإسرائيلي يعني الأبعد مدى من حدود جغرافيا واللي بيطلع بيحكي عن أن أمن إسرائيل القومي بين هلالين طبعاً يمتد من أفغانستان إلى نيجيريا يعني قراءة إسرائيل ومقاربتها للمدى الحيوي لحركتها بيسمح تجاوزاً بعيداً عن التدقيق العلمي يعني بالسياسة أن نحاكمها بذات المعايير التي يحاكم بها المشروع الإمبريالي نحن بدأنا نشهد وهذا هلأ منفصل فيه أنه لما منحكي عن نتنياهو اليوم ومنحكي عن نتنياهو التسعينات رح نلاحظ فروقات جوهرية هالفروقات الجوهرية إلى علاءة بالانتقال من لغة الحرب تجاه الخارج إلى لغة الانخراط في الحرب الداخلية يعني نحن في الماضي كنا نشهد صعود نتنياهو أو قبله صعود شارون مرتبط بالحديث عن حرب على سوريا حرب مرحلة تانية بعد الألفين على المقاومة في لبنان بعد مرحلة الألفين وستة حرب على غزة من يدقق الآن في الخطاب الإسرائيلي الداخلي رح يكتشف أنه كل هذه المفردات تراجعت وهون رح أخذ يعني مفصل مهم جرت الإضاءة عليه وأخذ حيس بالنقاش لحطه معيار موضوع ترسيم الحدود مع لبنان إذا صحت تسمية لأنا ما بستعملها يعني إطار تنظيم استخدام أو تقاسم مناطق الاقتصادية أو الحقول ثروات النفط والغاز حكي نتنياهو في اليوم الأول للحديث عن أن الاتفاق تم قبل ما تجي النسخة المنقحة من هوكشتاين واللي رفضها لبنان واللي رجع آل نتنياهو بفضلنا رفضت حكومة رفضت حكومة لبيد المطالب اللبنانية قبل قبل كان آل أنه هذا الاتفاق اللي الحكومي ماشي فيه هو اتفاق ذل هو اتفاق استسلام هو اتفاق خضوع وإذا وصلت إلى رئاسة الحكومة سأنسحب من هذا الاتفاق هذا حكي علني ورسمي وواضح قبل بيومين من الانتخابات لما بلشت المؤشرات تقول أن هناك فرصة حقيقية أمام نتنياهو للوصول وكان الحكي عن 61 و 62 يسأل باعتقد القناة 13 الإسرائيلية عن موقفه من الاتفاق بعيد التوصيف ذاته لكن بيخترع معادلة جديدة بيقول أنا لن أنسحب من الاتفاق لكن سأتعامل معه كما تعملت مع اتفاق أوسلو طيب حتى هذا أنا أبلانه كيف تعامل هو مع اتفاق أوسلو هو تعامل مع اتفاق أوسلو نو ما نسحب منه لكن لم يلتزم بأي بند من بنوده يعني المناطق ألف والمناطق بي اللي هي يفترض يعني إلها حسابات بحدود الحركة الإسرائيلية الحرة فيها اشتاحها كلها ما خلى شيء يعني مناطق السلطة الفلسطينية عاملها في التساوي كأنها مناطق داخل الأراضي 48 حتى يعني حافظ على البلديات بس يعني بمعنى أن السلطة الفلسطينية تحولت إلى هيئة بلدية عليا لا أكثر ولا أقل أما الأمن والحركة العسكرية ففات على المقاطعة بيرام الله يعني أيام رئيس الراحل ياسر عرفات وبالتالي هل سيتعامل هكذا مع الاتفاق؟ كذاب كذاب هو استخدم تعبير أوسلو لا يهرب من أنه لن ينسح بس أما كيف سيتعامل مع الاتفاق نحن هلأ بعده ما استلمنا تنياهو وبالتالي الكلام مثل ما كلام سمحت السيد عن قبل ما يتم الاتفاق وقبل ما يتم الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني قالوا هلأ يا شباب الوضع غامض بالأمرين نحن عم نعمل معكم مراهنة طبعا هو ما استعمل هذا التعبير أنا عم بستعمله تجاوزا بتتهمون أنه نحن إيرانيين نحن عم نلكون إذا إيران وقعت اتفاق وما أخذ لبنان مطالب الدولة اللبنانية نحن ذاهبون إلى التصعيد وإذا إيران ما وقعت وأخذ لبنان ما تطلبه الدولة اللبنانية نحن راحين إلى التهديئة طبعا ما جرأ حدا من اللي بيتهمه حزب الله بأنه يعطي المصالح الإيرانية أولوية على المصلحة اللبنانية أنه يرد على التحدي بالتحدي وعلى كل حال انتهى التحدي ما توقع الاتفاق النووي مع إيران ويمكن ما عاد يتوقع أو الآن منحكي عن الموضوع أنا اللي كنت قول دائما بديل الاتفاق هو الاتفاق عم أول الآن أن فرضية عدم التوقيع صارت فرضية كبرى وبينما لبنان وقع الاتفاق الخاص يعني وقع الوثائق الخاصة باعتماد المناطق الاقتصادية وحزب الله على التهديئة طيب اليوم نقول لنتنياهو أنه نتحداك أن تعامل اتفاق تقاسم المناطق الاقتصادية كما تعاملت مع اتفاق أسلو بمعنى أنه تروح وتبعت حفاراتك على الحقول التي رسمت ضمن الحصة اللبنانية أنه تبعت تهديد للشركات ومش صحيح الضمانة الأمريكية على الإطلاق الشيء الوحيد الذي يجعل الضمانة الأمريكية ذات معنى هو أن الضمانة الأمريكية مبنية على النصيحة لنتنياهو بأنه شو تكفي الشغلة التورط في العبث بما بات حقوقا للبنان يعني حرب والحرب هون نجي للجوهر نتنياهو مش جديد علينا عم نحكي عن نتنياهو الذي عرفناه في معركة سيف القدس اللي وراها سأطت حكومته وسأطت بسبب إذا بترجعوا بتتذكروا انسحاب نواب من الذين كانوا يغطون الواحدة وستين على خلبية الاتهام بالاستسلام أنه هذا الاتفاق اللي تم لوقف إطلاق النار مع غزة لم يحصل شيئا لإسرائيل مما كانت تدعيه من استعادة قوة الردع وين المضي قدما في تدمير القدرة الصاروخية في غزة وين التهديد بالحرب البرية وين 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 إسرائيل بن نتنياهو إذا بفيقوا شارون من أبرو وبيليبيد يعني كل قادتها ما رح نحكي عن أولمرت والآخرين لا تملك حيوية القدرة على الذهاب إلى حرب هذا هو جوهر الموضوع ولذلك الصراع بين اليمين وهذا هو صراع داخل اليمين والحديث عن متغير إسرائيلي له علاقة وانعكاس على شروط الحرب في الجوار هو نوع من الوهم السياسي ولذلك سيلتزم نتنياهو مثل الشاطر باحترام عدم الاقتراب من الحقول التي تخص لبنان بما فيها حق القانا وهو يعلم أنه إذا حاول أن يفعل العكس مثل ما كان يعلم لما عمل عملية القنيط راوراهن بمطلع عام 2015 أنه في مفاوضات نووية إيران بتقول له لحزب الله وعت رد ما تخرب لنا المفاوضات ورد حزب الله في عملية مزارع شبعة واضطر هو يطلع ويقول سأعبده على الجراح لأنه مثل ما قال أوباما الضربة موجعة لكنها لا تستحق حربا بنظر نتنياهو سيكون كل شيء لا يستحق حربا الآن وبالتالي التفرغ سيكون للداخل لأن الذي يجري داخل الضفة الغربية والذي يتهيأ لأن يجري داخل أراضي 48 والذي يجري حكما في القدس ومحيط القدس هو علامة فلسطينية على حيوية اكتشفناها واختبرناها مع سيف القدس واكتشفنا واختبرنا معها وتحدثنا عن هذا نحن في هذا المنتدى عن حيوية معاكسة متطرفة يمثلها المستوطنون وقلنا على دفتي الصراع لقد قرر فريق وازن يملك نصاب القدرة على فرض سياساته بغض النظر أديش حجمه وواضح الآن أنه الفريق الوازن فلسطينياً يفرض إيقاعه في الميدان وعم بيوفر أسباب الاستمرار رغم الشهداء الذين يتساقطون رغم الاعتقالات رغم الجرحة عم بيبين أنه كل يوم في عنا حدث جديد بأيدي المقاومين فإذا في حيوية تملك قدرة التناسل والاستمرار في إطار هذا الظرف الصعب والمعقد الذي يفرضه جيش الاحتلال وفي حيوية مقابلة هي اللي جابت بن جفير هلأ بـ 14 مقعد في الكناسة فلسفتها التطهير العرقي فلسفتها إبادة الشعب الفلسطيني إذا بيطلع بإيدها لأن الكراهية فلسفة بالنسبة لهذا الفريق وبالتالي صعود الفاشية عم منبلش نشوفه طبعا إسرائيل لما بنقول أنه أصلا هي عصابات عدوانية ومجموعة قتل ومجرمين منذ التأسيس لكن الآن نتحدث عم نحكي بالسياسة مش عم نحكي عن الطبيعة الأخلاقية الإجرامية في السياسة كان هناك سياسة سياسة تقول أنه مرة إسرائيل قادرة على احتواء المشهد الفلسطيني من خلال الصياغ الاقتصادية وبلشوا يحكوا عنه هذا اللي يعايشين الواقع الفلسطيني بيعرفوا حجم الرهان والحسابات التي بنيت على هذا بمرحلة معينة كان الرهان على إحياء الخيار التفاوضي تحت شعار التفاوض للتفاوض لإخراج الكتلة الأساسية من الفلسطينيين خارج خط الاشتباك الآن إعلان سقوط السياسة مع الشعب الفلسطيني هذا هو الجديد أي أننا والمصطلح منه دقيق لكن لن نقرب للمشهد أننا أقرب إلى حرب أهلية هني بيحكوا هالحكي حرب أهلية أنه في خيار من اتنين يا حرب أهلية يهودية يهودية يا حرب أهلية يهودية عربية في المناطق عام 48 سنشهد مزيد من الدموية طبعا أنا ما بسميها حرب أهلية هي حرب المحتل والمغتصب مع أهل الوطن الأصليين وبالتالي هي حرب وطنية بالنسبة للفلسطينيين في مواجهة الاغتصاب والاستيطان لكن عم باستخدم هالتعبير لأقول أنه الارتداد إلى الداخل هو سمة ملازمة لليمين الفاشي عندما يفقد القدرة على شن الحروب نحن نشهد ظاهرة دولية وتعول ندقق هلأ الخطاب الجمهوري تقليدياً مع نسخة جورج دابليو بوش 2000 والخطاب الجمهوري الذي يتبلور الآن شيء ملفت شيء ملفت أنه مثلاً كل هلأ رئيس الأقلية الجمهورية في الكونغرس شو عم بيقول عم بيقول أنه إذا حصلنا هو المرشح لرئاسة مجلس الشيوخ إذا حصلوا على مقعد إضافي والمرجح أنهم سيحصلوا المرجح بنسبة كبيرة يعني مش أنه مجرد ترجيح الديمقراطيين حالتهم بالويل فإذا حدث هذا وسيحدث هو شوعد أول شيء أنه ما فينا نعطي شك عبياض لأوكرانيا تخيلوا أنتو نحن كنا عم نحكي عن الجمهوريين لتكليدياً وحسب المتعارف عليه أنه هني أكثر تطرفاً تجاه الحروب من الديمقراطيين وأنه هني القوة السقور وهليك الحمائم طبعاً الناس تنسى أنه أغلب حروب أمريكا خاضها خاضها الديمقراطيون كما أن أغلب حروب إسرائيل خاضها حزب العمل يعني مش لكن عم نحكي المتعارف عليه الرائج هو أن الجمهوريين هن جاي جماعة الحرب الآن واللي بيرجع لخطابات ترامب بال2016 بيرجع بيشوف أنه كان هذا خطابه الأصلي قبل ما تفوت الدولة العميقة وتسقو على إدارته وتزعب له مستشار الأمن القومي فلن اللي كان يعني صاحب الرؤية التي تتحدث عن أن دورنا كشرطي في العالم قد انتهى طيب الآن واضح الحديث عن شو يعني تجميد المساعدات لأوكرانيا وتقنين المساعدات لأوكرانيا يعني التسليم بالخسارة لأنه ما بقى في شيء فعلي قدرة أوكرانيا على الصمود إلا هذا الضخ المالي والتسليحي فإذا هذا والتسليح مال بالآخر أنه عم تدفع القزينة الأمريكية أموالاً لشركات صناعة السلاح تشتري منها وتبعت على أوكرانيا لما بيجوا الجمهوريين وعم بيقولوا حتى هذا البند متقدم على موضوع الملف النووي يمكن لأنه مقتنعين أنه ما بقى فيه ملف نووي أو لأن هذا فيه إنفاق مال أنه الأولوية نحن بدنا نعيد النظر بالطريقة التعاطية مدخلة مالي لا يخاطب ويدغدغ الجمهور الذي يشعر أن هناك أزمات مالية اقتصادية لكن اللي بيطلع بالأرقام مش هي الأرقام الكبرى التي ترهق الخزينة والمالية الأمريكية محلتاني الإرهاق لكن الأساس السياسي وأنا رأيي هذا الأساس السياسي سنشهد له كثير من المظاهر كثير حتى الانكفاء هذه المرة عن الملف النووي الإيراني هو جزء من الانكفاء عن الانخراط في السياسة الخارجية يعني هو مش سياسة تصعيد هو انكفاء نحو الداخل هو سياسة عزالية طلعوا على اليمين الأوروبي رح نلاقي اليمين يصعد الآن في أوروبا المشهد الإيطالي سيتكرر في أماكن عديدة وهو على كل حال مؤشراته بلشت تبين واليمين شو خطابه الآن اليمين طبعا بمعنى ما يعتبر أنه أشد وطنية يعني أقل عالمية مش أشد وطنية للمديح لا أنه بمعنى هو من دعاة العودة للاهتمام بالداخل أكثر لكن دائما اليمين بمراحل الصعود الإمبريالي كان يشكل قوة الدفع نحو المزيد من الحروب نحو المزيد من الانخراط في العدوانية على الشعوب وحركات التحرر وقوى المناوئة للهيمنة الآن نحن نشهد يمينا من نوع آخر اليمين الذي وطبعا يسار من نوع آخر يعني أنه حكي الدكتور زياد قبل ما نبلش عن أنه اليسار عنوانه فلسطين تعووا شوفوا اليسار بأمريكا الجنوبية شو هو عنوانه؟ عنوانه فلسطين هذا بالعالم العربي مش موجود ولذلك يعني لا حدا يواخذنا إذا قلنا أنه في قوى يسارية ما حدا يزعل من التعبير أنا أستعمل مرات فقط للطرافة مش للإساءة أنه ما بتنشرح من إجرك يعني في قوى هيك لكن عم تحكي بأمريكا اللاتينية أمريكا الجنوبية أنت أمام ظاهرة تستحق التوقف فكريا مش عم بحكي عاطفيا لأنه فلسطين تعنينا لا فكريا أنه لناس لقطين القصة لقطين أن لا يمكن الحديث عن انهيار المشروع الإمبريالي في العالم بدون تحرير فلسطين لأن أبرز معالم الغزوة الإمبريالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كانت بتأسيس هذا الكيان الذي يشكل قاعدة الارتكاز التي تسيطر على العالم القديم الذي تمثله بلادنا وبالتالي تحرير العالم القديم من الهيمنة يعني إسقاط الكيان يعني إزالة الكيان ولذلك بتلاحظوا كثير من القيادات الراديكالية في اليسار في أمريكا اللاتينية لا تتحدث عن الدولتين تتحدث عن تحرير فلسطين تتحدث عن دعم المقامة في فلسطين تتحدث عن عدم الاعتراف بإسرائيل عن إغلاق سفارات وقطع علاقات وبالتالي اليمين الذي سنشهد ظهوره وبدأنا نشهد ظهوره لكن خلي نرافق الظاهرة من بداياته نحن لحتى يتسنالنا القدرة على مراقبة شكل نموها يعني رح نبدأ نشهد يمين فرنسي من نوع مختلف يمين فرنسي بيقول أنه نحن ليش بدنا نكون مهتمين بأوكرانيا قبل فرنسا بدأ الحديث مثلا بإيطاليا عن فصل السياسة عن الاقتصاد شو أنه خلي نعمل علاقات اقتصادية مع روسيا وشو خصنا بالعقوبات نعمى ومنبقى مع أوكرانيا سياسيا أن نقول نحن ضد الحرب الروسية على أوكرانيا لكن شو مصلحة إيطاليا مصلحة نعمل علاقات اقتصادية بفرنسا بدأ هذا الحديث بألمانيا بدأ هذا الحديث وبالتالي وطبعا هذا الحديث يعني الحامل الأساسي له يبدو اليمين وسيكبر وزن اليمين في الدفع بهذا الاتجاه الاتجاه الانعزالي من جهة أي الانكفاء نحو الداخل التخلي عن المشروع الامبريالي هذا بده يكبر حجم الشق بين المفردات اليمينية في العالم وخصوصا في الغرب وبين المركز الأمريكي لأنه بدأ يصبح المركز الأمريكي مثل ما صار عبئ على تركيا مثل ما صار عبئ على السعودية وبدأت تشعر هذه الدول أنه مصالحها تستدعي منها الابتعاد ورسم موقع تموضع خاص فيها هذا ما بيعني أنه هلأ بنحكي عن المنطقة ومنقول أنه لازم شوين انتبه لوين رايح المنطقة هلأ بس نوصلها لكن مثل ما هذا أثر على الموقف السعودي والتركي ستبدأ تظهر تأثيراته لأنه هلأ شو صارت أمريكا بالنسبة لأوروبا هي بائع غاز بأسعار مضاعفة موقفة بسببها بواخر نقل الغاز اللي كان ممكن هلأ تشتري فيها من المتوسط أو من انقطر أو من غيرها وبالتالي هلأ ما أدري تستفيد إسرائيل إلا بنسبة بسيطة جدا من كاريش ومن غير كاريش البواخر كلها عند الأمريكان والأمريكان عم يبعثوا لهن غاز بأسعار أربع مرات وبالتالي أوروبا عم نوء تحت هذا الحمل مهم جدا الآن أن نقرأ معنا زيارة شولز إلى الصين ليش؟ لأن هذه الزيارة هي تعبير عن هذا الاتجاه اليميني الأوروبي هذا الاتجاه الذي ما في روحة لأعروسية طيب بس المشكلة الأمريكي مع الصين أكبر أو مع روسيا أكبر يعني أنت إذا تعمقت في الخطاب الأمريكي وقرأت الخطاب الأمريكي حتى الوثيقة الأمن الاستراتيجي الأخيرة الأمن القومي ستجد أن الصين هي التحدي وأن المشكلة الأساسية هو مع الصين حتى بايدن هديك اليوم إذا تنتبهوا لكلامه أنه فيه طباط بإرسال بعض الأسلحة لأوكرانيا ناتج عن نقص نصف الموصلات التي تلعب دوراً أساسياً في صناعة السلاح بسبب العلاقات مع الصين والعقوبات على الصين وبالتالي الصين هي العقدة بالنسبة لأمريكا المعركة الآن مع روسيا صحيح لكن الذهاب الأوروبي إلى الصين مثل الذهاب السعودي إلى الصين يعني كيف هلأ جاي بنج إلى السعودية لا يعمل ثلاث قمام رايح شولد على الصين وفيه رواية نشرتها الصحف الألمانية والصحف الصينية عن أنه ماكرون قال له من روح سوا فقال له لا فأنه ما فيه لزومه وأصر أن يذهب منفرداً لأنه اعتبر أن شراكة ماكرون سوف تسخف معنى الزيارة وتسيسها هو يريد لها أن تكون نقطة بداية لانخراط اقتصادي مشترك أمريكا بتنقل أبل من الصين إلى تايوان هو في شركات ألمانية رايحة تفتح مصانع بالصين انطلاقاً من سعر الطاقة والمهارة في اليد العاملة وسواها ورايحين معه لشولدز معه أربعين رئيس مجلس إدارة ومدير عامل شركات ضخمة بالنسبة لألمانيا وبالتالي نحن أدام هذا الذهاب إلى الصين هو افتراق عن أمريكا ما فيه إمكانية للجمع بين الذهاب إلى الصين والانضباط في الحركة الأمريكية طيب أوروبا بدأت تتحدث كل أوروبا بلا استثناء أنه سلاح ما بقى فيه اللي عندنا بالمخزون قلص أموال بدأ يعيش الأوروبي صعوبة رصد المزيد من الأموال أمريكا جاي على شيء شبيه الواشنطن بوست بتكتب بعد 30 عضو كونجرس بعثوا لبايدن دعوة لبدء التفاوض بتكتب الواشنطن بوست أنه فيه نصيحة أمريكية مسؤول أمريكي كبير قال للواشنطن بوست أن إدارة بايدن نصحت الرئيس الأوكراني بأن يبدأ الانفتاح على روسيا من أجل التفاوض الرئيس التركي بيحكي عن أنه هناك تحول في الموقف الألماني والموقف الفرنسي تلقى إشارات واضحة ورسمية عليه باتجاه الانفتاح للحوار مع روسيا أي بدء التفاوض فإذن بدأ يتبلور المشهد الذي كنا نتحدث عنه نحن مش إدامه اليوم وبكرة لكن إدامه من هون لآخر السنة ولمطلع العام لهو مشهد تضعضع الأوروبي الذي سينتج مثل معامل شولز انفتاحا على الصين مطالبة الصين بأن تلعب دور الوسيط الصين مانا وسيط الصين ستحصل لروسيا على مطالبها الرئيسية في أي دور يمكن أن تقوم به في المعركة لأنها ترى هذه المعركة بالعين الواحدة التي تحدث فيها بينك عن أن سنضع إمكاناتنا من أجل تعزيز حق روسيا في أن تتصرف كدولة عظمى واضح هذا الموضوع بالنسبة للصين هذا بعد المؤتمر دغري مش أنه يعني كلام له معنى من نتائج المقاربة الاستراتيجية التي خرج بها مؤتمر الحزب الشيوعي التمسك بتثبيت وتدعيم التحالف الروسي الصيني بصفته حجر الرحة في سياغة النظام العالمي الجديد أنا بدعو لقراءة متأنية لبعض الكلام اللي قالوا بخطابه السيد علي الخامناء مؤخرا حول ثلاث نؤات ركز عليها المشهد العالمي الجديد أولا أن أمريكا عاجزة وتتراجع ثانيا أن الريادة في الاقتصاد والثقافة والابتكار والعلوم تنتقل من الغرب إلى الشرق ثالثا أن حضور معسكر المقاومة فرض جلاء وانكفاء أمريكيا من أمام الكثير من حركات الشعوب تحت ضغط الخوف من المواجهة وبالتالي هذا يعني أنه في قراءة على موجة استراتيجية واحدة من موسكو لبكين لطهران اللي هني إذا بدك تلازم العناصر أو الركائز الثلاث اللي هي القدرة العسكرية المتقدمة لروسيا سواء في التكنولوجيا أو في إرادة التوظيف والتسييل في المعارك من سوريا إلى أوكرانيا وأبلاجورجيا وأوسيتيا الجنوبية إلى القوة الاقتصادية الصاعدة التي تمثلها الصين وهذا يعني لا يحتاج إلى الأدلة والإثباتات إلى قوة حركات المقاومة التي أدخلت معادلات جديدة على قانون الحرب وفلسفة الحرب هلا اللي عم نشهده من النقاش على المسيرات الإيرانية هو تعبير عن ما أدخلته قوى المقاومة على المشهد العسكري الاستراتيجي وأنماطه وبالتالي نحن قدام ثلاثية هاي أنا مرة حكيت عنها عن الشبكات قلت أنه أمريكا خسرت شبكة الأنابيب خسرت شبكة القواعد العسكرية مقابلها هناك شبكة مقاومة هناك شبكة السام الس أربعمية هناك شبكة الحزام والطريق بقي بيد أمريكا شبكة المصارف أنابيب المال أنابيب المال اختبرت الآن في المعركة مع روسيا في الحرب على روسيا وثبتت محدودية قدرتها حتى ما حدا يقول عن متكبر القصة لأنه مع روسيا طلعت صفر مع روسيا أدت إلى نتائج عكسية وبدأت الارتدادات للنتائج على أوروبا مظهر اليمين الجديد هو نتاج كل هذا مظهر اليمين الجديد مزيد من العنصرية الشوفينية سنشهدها في الشوارع الأوروبية تذكروني منها وسنشهده بحق اللاجئين أكثر من أي شيء تاني مشهد اليمين الجديد هو المصلحة ولو على حساب العلاقة بأمريكا لذلك رح نلاقي مشهد قدامنا معقد يعني انت رح تلاقيه هم يهجموا على أصحاب البشر السمراء فحتطلع تقول أنه هؤلاء القتل المجرمين وحتسمعهم تاني يوم عم بيقولوا لن نكون عبيدا لأمريكا وليست أمريكا من يرسم سياساتنا فسوف تستغرب ما تسمع بس هذا هو المشهد الجديد هذا المشهد بده يصير يفرض عليك تتعامل بالقطعة يعني لن تبقى أمام التشخيص الأيديولوجي الذي الذي يسمح لك برسم خط فاصل وتقول هذا معسكر وهذا معسكر أنت رح تلاقي بقلب أوروبا القوة الديناميكية وبكرة بتشوفه بن جفير نفسه رح تسمعه منه تمرد على السياسات الأمريكية ومش أمريكا اللي بترسم لنا سياساتنا وا 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 لكن مزيد من الدم نحن بالنسبة لنا يجب أن نرسم رؤيتنا في التعامل مع هذا قبل ما أوصل للرؤية بدي أخذ المنطقة الجمهوريين واضح أنه إذا وصلوا إذن وهم سيصلون تحت عنوان الإنكفاء سوف نشهد تراجعا في الاهتمام بالملف النووي مثل مثل كثير من التراجعات في الاهتمام رح نلاقي تراجع بالاهتمام بالحرب الروسية في أوكرانيا مش لأنه أنا مع روسيا لأن الأولوية أصبحت أمريكا مش أمريكا بمفهوم الدولة وبناء الدولة الخصم الداخلي في أمريكا سواء كان الخصم حزبا أم كان عرقا أم كان منافسا في السيطرة على ولاية يعني الإنكفاء نحو الداخل سيكون هو العنوان مش على النظرية التي تحدث عنها ترام بترشيحه بالالفين وستعاش لنبني أمريكا لنستعيد أمريكا العظمى علينا أن نبني أمريكا العظيمة هذا خلص الآن الإنكفاء نحو الداخل هو إنكفاء نحو تصفية الحسابات بالداخل يشبه تماما ما سيجري مع حكومة نتنياهو القادمة وبالتالي نحن أمام تصعيد داخلي في أمريكا أمام تصعيد داخلي في الدول الأوروبية هلأ بيبلش بالتخفف من أعباء التورط في الخارج بيبلش نشوف حركة في الشارع البحث عن المصادر الأرخص والمصلحة الوطنية وإذا الغاز الروسي هو الأفضل نبقى مع أوكرانيا في السياسة قلوبنا مع أوكرانيا لكن جيوبنا مع روسيا وبتصير هاي هي المعادلة لكن هذا لن يقف عند هذا الحد لأن الأزمة الإمبريالية هي نتاج الفشل في السيطرة على الموارد والأسواق شو يعني هذا يعني أن التأزم الاقتصادي ما رح ينحل تأزم الاقتصادي مكمل هاي بريطانيا اللي كانت معودة تعيش على خيرات شعوب بعشرات ومئات الملايين الآن عليها أن تعيش على عائد اقتصاد بريطانيا ألمانيا فرنسا أمريكا أولاً وبالتالي التراجع الاقتصادي رح يبلش يكبر فجوة التفاوت الطبقي رح يبلش يكبر حجم العاطلين عن العمل رح يبلش يكبر نسبة الفقر وبالتالي رح تخلق ديناميات الصراع الداخلية وتظهر بقوة وتحدث شروخها شو اللي رح يصير عملياً بأوروبا رح يبلش الخطاب اليميني يحمل المسؤولية للمهاجرين ويقول هول اللي عم ياخدوا اللقم من طريقنا هول اللي عم ياخدوا فرص العمل من قدامنا والدعوة للوحدة الوطنية على قاعدة العداء للمهاجرين العداء للمتحدرين من أصول أجنبية رح نبلش نشوف هذا هو صعود الفاشية رح يكون هذا هو عنوانه داخل الدول الأوروبية وبأميركا رح يصير هيك هلأ اللي عم بلاحظوا ببعض الولايات مثلاً أنا عم بسمها عم بارح كنت بعض التقارير عن تكساس أنه المقاطعات الجنوبية من تكساس مسكرة هلأ للجمهوريين بسبب موضوع اليد العاملة المكسيكية بمعنى إذن العداء للملونين بأميركا يعني عند اليمين رح يسيطر رح يصير هو العنوان وهذا سيرافقه العنف وستبدأ مشاهد وهذا اللي بتتملش تتفكك فيه كثير من الولايات أو بعض الولايات عن المركز هذا مشهد يحتاج إلى المراقبة بالمنطقة أنا رأيي أنه التموضع السعودي بعيداً عن أميركا لن يجعل السعودية تسوية في المنطقة هذا اللي بدي أفتح العين عليه بدي أقول أنه إذا الإدارة الجمهورية القادمة لم تذهب إلى اتفاق نووي مع إيران لا تتوقعوا تقارباً سعودياً إيرانياً بالتالي هذا ما بيعني تصعيد سعودي مع إيران بس معناته ما رح نلاقي تغيرات سعودية لا في السياسة نحو لبنان لا في السياسة نحو سوريا رح نلاقي يمكن باليمن فقط وأنا أقول أن أن سوريا ستكون هي ساحة الاشتباك الكبير في المرحلة القادمة ليش أولاً لأن حكومة نتنياهو لا تستطيع أن يعني تنزع مخالبها وأنيابها بكل جبهات المنطقة ستتهرب من المواجهة مع المقاومة في لبنان ستتهرب من حرب جديدة على غزة ستحاول عبر نتنياهو وعبر المناخ الجمهوري الجديد الانفتاح على روسيا للحصول على مزيد من التسهيلات أو غض النظر ستحاول التركيز على الانفتاح على الخليج تحت عنوان الخطر الإيراني المشترك مع تغطية جمهورية بالابتعاد عن توقيع الاتفاق النووي رح نشوف ميني مشهد للي شفناه بعهد ترامب الأول الميني مشهد يعني ما في حروب ما في تصعيد لكن ما في اندفاعات باتجاه التشويات وبالتالي هذا سيعقد سيعقد بلبنان وسيعقد في سوريا لكن خير لأنه هذا سيعني مزيدا الحاجة للمزيد من الراديكالية شو بدأت الترجم بسوريا بدأت ترجم على القواعد الأمريكية ولما الأمريكي بيبالش شيخ القتل لا الإسرائيلي قادر يحميه ولا السعودي قادر يحميه ولما بينسحب الأمريكي المعركة الروسية الأمريكية هي العنوان الأكبر للسياسة الروسية في المنطقة وبالتالي روسيا ستكون مساندة لحركة مقاومة بوجه القوات الأمريكية لن تمنح يعني يمكن تتغاضى يمكن الإسرائيلي اليوم يوسع بيكار على حساب أوكرانيا إذا أوكرانيا ما عاد في تمويله ما عاد في تسليحه ولا من أوروبا الإسرائيلي أسهل شيء عليه يتخلى ويبيع هذا التخلي أملاً بأن يحصل ولو على هامش مناورة أوسع في سوريا أنا عم أقول بهذا المعنى نحن معنيون لمواكبة الوضع في سوريا لأن سوريا سوف تكون ساحة أكثر سخونة لكن برأيي الوجهة الأساسية في هذه السخونة سوف يكون لها بعد رئيسي هو المواجهة مع القوات الأمريكية المواجهة مع القوات الأمريكية ستسرع في الانسحاب الأمريكي والانسحاب الأمريكي سيشكل عامل تحول نوعي كبير بنعكاسه على جميع جماعة أمريكا حتى لو لم يبقوا بذات الحيوية في العلاقة مع الأمريكي لأنه إذا الأمريكي انسحب انتهى الملف الكردي هو أصلاً إذا بلش الأمريكي يقول أنه نية الانسحاب قائمة قسد بتصير بالشام وبالتالي عندما ينتهي الملف الكردي في سوريا الأتراك بسرعوا قبل ما ينتهي لحتى يعملوا صيغة تضمن تسريع الرزنامة التي يبطئونها الآن رغم الانعطاف اللي عملوه لكن عملياً هم يبطئون وباردون جداً في ترجمة التفاهمات ما بحرك هذه التفاهمات وما بحرك الوضعية الكردية إلا مزيد من التصعيد على القوات الأمريكية واضح أنه ماشي واضح أنه نحن يعني ما عم بمر علينا أسبوع ما عم بيكون في عملية قصف صواريخ على المواقع الأمريكية بعد ما بلش يطلع الصريخ ما بلش ينزف دم لكن أنا برأيي نحن ذاهبون بهذا الاتجاه وإيران نفسها وهذا يعني رح أنهي البعد الإقليمي عنده لأنقل إلى ماذا يجب أن نفعل إيران أمام يعني سقوط آخر فرص التفاهم النووي وين المكان اللي يجب أن تتوجع فيه أمريكا حتى لو في رغبة بأن يكون هذا عنصر ضغط أو عنصر انتقام قدر مثل ما بدك في الحالين يجب أن تكون إيران قوة دفع باتجاه بالعراق واضح أنه التسوية لا تسمح لأنه جاءت بحكومة مؤيدة يعني حكومة من الحشد الشعبي في أغلبها لذلك الذهاب نحو سوريا لدعم المقاومة في سوريا ومن هون أنا أعتقد أننا سنشهد في سوريا مؤازرة روسية مؤازرة إيرانية لتصعيد المقاومة الدولة السورية أمام المناخ الإقليمي والدولي اللي ما عادت فيه حيويات البحث عن تسويات قابلة للحياة سيكون أكثر تشددا بالأجندة الوطنية الأجندة الوطنية التي ترى أولا أن حسم الاحتلال الأمريكي هو الطريق والمدخل لإنهاء الكنتون الكردي من جهة ولفتح المسار السوري التركي من جهة أخرى على قاعدة الشروط السورية بالتأكيد لكنه والأهم أنه سيحرر حقول الغاز والنفض التي تسهم في إطلاق الحركة الاقتصادية وتعزز وضعية الليرة وبالتالي تنعكس على الشعب السوري بصورة مباشرة من هون إذن بلشنا من أمريكا لأوروبا لنتنياهو لنقول في الخلاصة نحن أمام مشهدين سيخطفان الاهتمام في المنطقة ومشهد سيخطف الاهتمام في العالم في العالم سنشهد تراجعا أمريكيا أوروبيا عن أوكرانيا وسنشهد تصاعدا في الدور الصيني بمطلب أوروبي للوصول إلى تسوية ترضي روسيا في أوكرانيا هذا سمت الذي نتوقع أن تسير فيه الأمور ومع هذا سوف نشهد مزيدا من التشضي داخل الدول الأوروبية على قاعدة صعود اليمين الفاشي العنصري ضد المهاجرين والابتعاد الأوروبي عن أمريكا لكن في المنطقة سوف نشهد تراجعا في القبضة الأمريكية سوف نشهد هذا التصعيد الدموي في فلسطين صعودا في المقاومة تبريدا مع لبنان تصعيدا في سوريا تصعيدا للمقاومة بوجه الأمريكين في سوريا لغة مزدوجة للسعودية بين تعاملها مع إيران وتعاملها مع روسيا هون بدي افتح قوسين لأقول أنه واضح أنه نحن قدام ثنائية متعاكسة بين المقاربة الإيرانية والمقاربة الروسية لما يجري في السياسة الأمريكية بمعنى أنه الديمقراطيين أقرب لتفاهم نووي الجمهوريين أقرب للانكفاء في أوكرانيا نكتب كثير على كل حال أنه بوتين ومحمد بن سلمان ونتنياهو البعض حط يشجعون عودة ترامب بينما إيران تشجع بقاء الديمقراطيين أنا رأيي هذا خير لأنه نبئي الديمقراطيين ونأجو الجمهوريين في حدا من حلفاء أكرب حان يعني لكن الوجهة العامة هي أن لا الجمهوري ولا الديمقراطي بعد قادر أن يصنع السياسة في العالم هذا برأيي لما بيحكيه السيد الخامنئي يعني هو في الوعي الإيراني في وعي إيران أن إيران الآن معنية بأن تفكر بطريقة مختلفة وأنا لا أستبعد أن نكون أمام يعني موقف غير بعيد يقول خلاص موضوع الاتفاق النووي سحب من التداول وإيران الآن اهتماماتها في مكان آخر ما بدنا نملك سلاح نووي لكن لم يعد يعنينا هذا الأمر لا بدنا نفاوض لا بدنا نضيع وقت نحن بدنا نبني بدنا للرأي العام ما يبقى مشتت لقوانا وطاقاتنا تصب بالاتجاه الذي يجب أن تكون فيه نحن صرفنا النظر عن وضع جهد وبذل إمكانية لحساب هذا الاتفاق وبالتالي هذا يعني أن إيران اقتصادياً معروف عشو بدأت تركز لكن بملفات المنطقة ستبذل جهداً نحو السعودية لكن مش بالضرورة يكون هذا الجهد يعني ملاقة بذات الترحيب اللي منتوقعه لكن ستضع ثقلها من أجل انهاض طوة أطراف محور المقاومة سنشهد في سوريا سنشهد في فلسطين لا نجي إلى فلسطين المشهد الفلسطيني هون يعني أنا ما رح أحكي شعر لكن أنا بدي أقول أنه قيمة الذي يجري في أمريكا اللاتينية أنه يعيد تذكيرنا يعيد تذكيرنا بأنه المكان الوحيد بالعالم اللي الحق فيه لا لبس فيه والشر أو الباطل لا لبس فيه هو فلسطين وبالتالي على المستوى العالمي هذا الشيء اللي عم بيصير بأمريكا اللاتينية منه أمريكي لاتيني هذا الذي يجري في أمريكا اللاتينية هو عالمي أنه بدأت نخب عالمية مثل حركة المقاطعة مثلاً تكتشف معادلة غابت عن الشيوعيين في مرحلة الاتحاد السوفيتي وعن الاتحاد السوفيتي نفسه وأنا كتبت عن هذا بأعتقد بالثمانين بالزمان كان عندنا مجلة اسمه الشيوعي العربي كنا نطلعها كتبت فيها مقال أنه مشكلة العقل السوفيتي أنه لم يستطع قراءة ما قرأته إيران الثورة الإسلامية التي يعتقد كثيرون وربما تعتقد بعض قياداتها بأن موقفها من فلسطين هو موقف عقائد إسلامي أنا رأيي أن موقف الثورة الإسلامية من إيران استراتيجي بمعنى أنه قرأ أن إسقاط الإمبريالية العالمية الحاكمة يبدأ هنا الموقف من فلسطين هو المفصل بين المعسكر الإمبريالي والمعسكر التحرري وبالتالي بهذا المعنى أمام هذه خليني أقول السريالية التي قد تظهر في الكثير من المشاهد الدولية أو من التناقضات والاتجاهات المتعاكسة ستبقى حقيقة واحدة غير قابلة للالتباس وقابلة كأساس لأي قياس معياري لتحديد مواقع القوى يعني لنرجع نختصر اليمين بفرنسا طلع يقول بفرنسا المستقلة عن الهيمنة الأمريكية وانفتاح على روسية وبالموضوع المهاجرين عنصري فاشي شو ما قفوا من فلسطين طالما أنه سيكون الأكثر قربا من الصهيونية وهذا معروف يعني ما نضحك على حالنا بيطلع بموقف من إسرائيل نعمل مبادرة للتسوية الحوارية بين المكونات التي يمثلها المهاجرون من أصول عربية وإسلامية وبين اليمين الفرنسي مثل لما حكي سمحت السيد عن مبادرة بين النظام العراقي ونظام رئيس صدام حسين والمعارضة العراقية أن نروح إلى طائف عراقي لأننا لا نريد لأمريكا أن تستفيد من التناقضات الموقف من فلسطين الموقف من الحركة الصهيونية سيكون هو أداة القياس غير الملتبسة لأنه في عنوين قد نتفهم فيها الالتباس أو مطلوب أن نتفهم فيها الالتباس أنا السعودية أنها تكون عندها قلق من إيران ومش عم متقرب وعم تعمل إحسابات والله يمكن أفهمها بشرط أن تقول أن موقفها من فلسطين قد تغير وأنه هي في المسألة الفلسطينية تقف إلى جانب كامل حق الشعب الفلسطيني وستدعم حركات المقاومة وستقف إلى جانب تثبيت أهالي القدس في القدس وتقدم لهم المعونات بخمسمائة مليار دولار اللي اندفعوا لترامب نص يندفع لفلسطين بيقلب المعادلة بوجه كيان الاحتلال وبالتالي أما المعيار هو الموقف من فلسطين مش لأنه السعودية مش رح تنفتح على إيران نحن ممكن نكون ضد أنا شخصياً عم بحكي السعودية التي لا تحمل راية فلسطين لو انفتحت على إيران ظن نكون معها بالمختصر المفيد لأنه من الآخر معيارنا البراءة العربية لأنه نحن عم نحكي عن دول عربية براءة أي عربية أخذوها من فلسطين اللي مطبع مبارح كان في مؤتمر بالرياض للمصارف حضرته المصارف الإسرائيلية صحيح ما وقعت السعودية اتفاقية التطبيع لكن هذه شائنة وهذه الشائنة لا يحق لأحد الصمت عليها باسم بدنا نشجع السعودية على الابتعاد عن أمريكا أنا شو بفيدني السعودية إذا ابتعدت عن أمريكا وتقربت من إسرائيل أنا مفيدني شي شو بفيدني اليمين الفرنسي إذا ابتعد عن أمريكا وتقرب من إسرائيل معركتي هي هنا بقرة مضبوط أن هذا دليل ضعف المركز الإمبريالي وتراجع قدرته وبالتالي هذا يعني أن العالم بات أفضل وأن العالم ليس فيه قطب مركزي قادر على حشد الإمكانات ليجذم على صدري ويخنقني ويمنعني من التنفس عظيم لكن في المقاربة التي لها صلة بإعلان الموقف بإشهار الموقف بتصنيف القوى السياسية بتصنيف الدول ومواقفها ستبقى دول أمريكا اللاتينية أنا عم بحكي كلام عن حالي أقرب لي من روسيا والصين طالما أنها تقفل سفرات إسرائيل وتعتبر أن فلسطين هي الهوية هي الراية هي العنوان روسيا قوة عظمى والصين قوة أعظم وتأثير بحركة الصراع أكبر وأمريكا اللاتينية مش قادر تقدم على الأقل حتى الآن إلا الموقف السياسي لكن إذا ما نحكي بالقرب والبعد والمسافة هاي اللي بحدد المسافة سواء فكيف عربيا فكيف عربيا ما فيها الإمارات وهذا الكلام أنا حكيته وقت اللي صارت زيارة وزير خارجية الإمارات إلى سوريا ما فيها الإمارات باسم الانفتاح على سوريا تطلب مني الصفح عن التطبيع ولا فيها السعودية باسم الابتعاد عن أمريكا تطلب إجازة في الذهاب إلى التطبيع ولا فيها ولا فيها ولا فيها وبالتالي أنا سأكتفي هنا لأختم بنقطة لأقول الحملة على الجزائر الآن لأنها بالعنوان فقط آلة قمة فلسطين يجب أن تلقى تضامنا وتحية ومؤازرة من كل المؤمنين بفلسطين وأولهم الفلسطينيون وأهل المقاومة في المنطقة يجب أن يشعر الجزائريون بأن موقفهم المبدئي وأنا متأكد أنه موقفهم مبدئي ومتأكد أنه هذا الموقف المبدئي ستتبعه مواقف السياسة ومواقف عملية وفي حديث الآن في القيادة الجزائرية أنه إذا سوريا مش قادرة تستقبل مثل ما كانت في الماضي منحاً للطلاب الفلسطينيين من أرض 48 ومن الضفة الغربية والقدس فالجزائر سوف تقدم ما يعادل هذه المنع لا يجو على الجامعات الجزائرية من يرغب من الطلب الفلسطينيين تؤمن له الإقامة وتؤمن له الدراسة على نفقة الدولة بل بعض المراكز الثقافية تتحدث عن تدعيم مراكز ثقافية موازية داخل القدس لتعزيز بقائها وأنا أدعو الهيئات الشعبية الأهلية في فلسطين إلى الانفتاح على الجزائر وإلى البعض عن قنوات لا تؤثر على الوضعية الأمنية والقانونية لهذه الليئات في فلسطين لكن تؤمن لها فرص الحصول على مساهمات أهلية من جمعيات جزائرية لأن هذا المناخ موجود في الجزائر وللأسف ممنوع في كثير من الدول العربية الأخرى ويلاحق القانون كل من يفكر بأن يرسل قرشاً إلى فلسطين وبالتالي أختم عند هذه النقطة لأقول العالم يتغير لصالح تفكك المركز الإمبريالي العالم يتغير لصالح معادلات المنطقة تصنعها شعوب المنطقة في قلب هذا التغيير الكبير ستصعد القوى العالمية الجديدة سيثبت حضورها هذا عظيم هذا مهم هذا سيخلق توازناً جديداً على مستوى العالم لكن يجب أن لا يغيب عن بالنا إن أحداً لن يقاتل بالنيابة عننا وإن التغيير في منطقتنا بسكفه وأدواته نحن من يصنعه نحن اللي منقول حل دولتين ولا منقول كامل فلسطين نحن اللي منقول خروج أمريكي من الأراضي السورية أو تفاهم مع الأمريكان حول تشوية هذا هو قدرنا ومصيرنا بين أيدينا ولذلك إعلاء معيار فلسطين أداة قياس إعلاء معيار فلسطين بوصلة وأساس يجب أن يتقدم على الخطاب يجب أن يصبح هو الخطاب الذي نحاسب عليه يسار ويمين ببلادنا قارج بلادنا حكومات دولنا العربية حكوماتنا المحلية المعيار هنا سهل وبسيط وحاسم وسلام القدس لكم وعليكم دائماً وأبداً لحظات وننتقل إلى منتدى الحوار ترجمة نانسي قنقر